بسم الله الرحمن الرحيم نواصل دروسنا حول شرح نقرر تنظيم حاسبات واحد ما زلنا في الباب الثاني Basic Computer Organization and Design وننتقل الآن إلى موضوع جديد فنتحدث في هذا الدرس عن موضوعين أولا Computer Registers سجلات الحاسب ما هي السجلات التي تستخدم في الحاسب وما هو الغرض من كل واحد منها ثانيا ال Common Pass System نظام الناقل المشترك وكنا قد شرحنا في درس سابق في الباب الأول شيء عن هذا النظام الآن نوضح كيف توصل سجلات الحاسب إلى هذا النظام نبدأ بالموضوع الأول وهو سجلات الحاسب Computer Registers أول سؤال يطرأ على زهن الشخص هو لماذا أصلا نحتاج سجلات في الحاسب السجلات هي أجهزة أو دوائر منطقية تستخدم للتخزين ونحن في الحاسبات نحتاج لتخزين شيئين أول شيء نحتاج لتخزين التعليمات أو البرامج والعناوين وثاني شيء نحتاج للتعامل مع البيانات إلى تخزينها واستدعائها وجمعها وطرحها وإجراء عمليات مختلفة عليها كل هذه العمليات تسمى Data Manipulation أو التحكم أو السيطرة على البيانات سواء كان بالنقل أو بإجراء عمليات عليها الآن ننظر إلى سجلات الحاسب موضحة بهذا الرصم الصندوقي هذا الحاسب كما ذكرنا سابغا فيه زاكرة مقاسها 4 كيلوبيت في 16 في هذا الحاسب هناك عدد 8 سجلات كما نرى نبدأ من اليسار في الأعلى هذا أول سجل يسمى البروغرام كاونتر بروغرام كاونتر ويرمز له برمز البيسي اختصار لبروغرام كاونتر هذا السجل كما نرى سعته 12 بيتس من صفر وحتى 11 ما هو الغرض من هذا السجل؟ هذا السجل دائما يمسك لنا عناوين التعليمات البروغرام كاونتر دائما ما نجد فيه عناوين التعليمات التي يراد تنفيذها في الحاسب السجل الذي يليه هو الادرس ريجستر ادرس ريجستر ويرمز له بـ AR اختصار لادرس ريجستر أيضا سعته 12 بيتس وهو مسؤول عن حفظ العناوين في الذاكرة عناوين المناطق في الذاكرة التي نريد أن نسهب إليها السجل الذي تحته instruction ريجستر ويرمز له بـ IR هذا سجل أكبر من حيث السعة حيث فيه 16 بيتس ومهمته الاحتفاظ بشفرة التعليمة لو تذكروا الدرس السابق قدمنا أمثلة لتعليمات طولها 16 بيتس هذه التعليمات تحفظ في هذه السجلات وهذه السجلات قد تكون خارج الذاكرة وقد تكون جزء من سجلات الذاكرة السجل التالي هو temporary register ويختصر بـ TR temporary يعني مؤقت هذا السجل نضع فيه البيانات مؤقتا لحين الفراغ من استخدامنا لها وهو أيضا من السجلات الكبيرة 16 بيتس لأنه ببساطة نضع فيه البيانات والبيانات طولها 16 بيتس السجل الذي يليه هو الـ output register ويختصر بـ O-T-R O-U-T-R وهو مسؤول من حفظ الـ characters التي يراد إخراجها الـ output characters وهو صغير بسعة 8 بيتس لأن الـ characters في الحاسبات نتعامل معها بـ 8 بيتس وكذلك الـ characters التي نريد إدخالها Input character نحفظها في الـ register يسمى الـ input register IMPR أيضا سعته 8 بيتس لأنه يتعامل مع الـ characters نذهب هنا فنجد الـ accumulator وهذا نعرفه لأننا تحدثنا عنه في شرحنا السابق هذا الـ processor register دائما نجد فيه الطرف الثاني من أطراف العمليات المراد تنفيذها Cumulator وهو من سعة 16 بيت لأنه يحوي ما يوازي الأوبران من حيث الـ bits يوازي الأوبران من حيث الـ bits وهي data تكون محفوظة فيه الـ accumulator register أما الـ data register فنجد فيه الأوبران هذا الـ data register تصار تي آر نجد فيه الأوبران كما رأينا هذا يكون في قسم البيانات من الزاكرة وطوله 16 بيت هي محتوى الأوبران هذه هي السجلات الحاسب المختلفة بمهام كل سجل منها وبسعته حسب ما موضح في الشكل كيف تتصل هذه السجلات مع بعضها البعض أو مع الميموري للتواصل وتنفيذ العمليات هذا ما سنراه في الموضوع التالي الموضوع التالي هو common bus system وفيه نشرح كيف توصل سجلات الحاسب مع بعضها البعض عن طريق نظام الناقل العام هذا هو نظام الناقل العام الموضح باللون البنفسي الناقل العام أو الكمون بس وهذه هي السجلات التي شرحناها قبل قليل موزعة ومضاف إليها ميموري وبعض الدوائر المنطقية التي نحتاج إليها لتنفيذ العمليات ومثلا هذه هي زاكرة الحاسب مرة أخرى سعاتها 4 كيلو بيت x 16 4 كيلو بيت في 16 وكما سنرى في دروس قادمة نشير إلى أن الزاكرة يمكن أن نكتب فيها بتعليمة كتابة write ويمكن أن نقرأ من بياناتها المخزنة بتعليمة قراءة وهي read الزاكرة يمكن أن نحفظ فيها معلومات فهذه تكون كتابة ويمكن أن نقرأ من المعلومات المحفوظة فيها مسبقا وهذه تكون تعليمة قراءة أما السجلات فهي كالتالي هذا الادرس register الأول وهذا program counter ثاني هذا data register الثالث هذا الaccumulator الرابع هذا الinput register الخامس هذا الinstruction register السادس وهذا الـ هذه الثمانية سجلات التي شرحناها قبل قليل إذا نظرنا نجد أن هذه السجلات فيما عاد الـ input والoutput جميعها إما أن تأخذ من الناقل العام بهذه الأسهم إلى اليسار مثل هذا السام هذه السجل يأخذ من الناقل العام ومثلها باقي السجلات ما عاد الـ الـ input register وجميعها يستطيع أن يوفر بيانات للناقل وذلك بواسطة الأسهم الموجودة في الاتجاه اليمين مثل هذا جميعها يستطيع أن يعطي معلومات للناقل العام نقول جميعها ما عاد الـ input register ليس له تواصل بالناقل العام والـ output register ليس له تواصل بإعطاء بيانات إلى الناقل العام الـ input register يتعامل مع الدوائر المنطقية لأننا قد نأتي ببيانات للتعامل معها من خارج السجلات أو ذاكرة الحاسب والـ output register يستلم بيانات من الناخل العام آتية من أي جزء من أجزاء الحاسب وسجلاته أو ذاكرته ويوصلها إلى أجهزة الإخراج مثل الـ screen أو البرينتر أو غيرها أما الـ input فيستقبل من الكيبورد كوسيلة من وسائل الإدخال ويذهب إلى دائرة منطقية هذه للتعامل مع البيانات المدخلة أيضا نشاهد أن هذه الدائرة المنطقية تتعامل مع محتويات الـ data register بهذا السهم هذا محتوى الـ data register يأتي هنا إلى الـ logic circuit وأيضا محتويات الـ accumulator تأتي بهذا السهم إلى الـ logic circuit وبناء على العملية المطلوبة سواء كانت جمعا أو طرحا أو غيره يخرج ناتج العملية فيخزن مرة أخرى في الـ accumulator كما شرحنا عندما تحدثنا عن عمليات الحاسب الـ operation إذن هذه الدائرة توفر دائرة تنفيذ العمليات بين البيانات التي أتت من الـ data register وهي المكان في الزاكرة الذي نجد فيه الـ operant وبين محتويات الـ accumulator register كيف يتم اختيار السجل للتعامل معه سواء كان بالأخص من الـ common bus أو بتوفير بيانات لـ common bus هذا يحدد بالاختيار هذه خطوط الاختيار وقد ذكرناها في محاضرة سابقة selection lines أو selection bits بما أننا نختار من بين 8 سجلات فثلاثة بيت تكفي لماذا؟ لأن 2 الفعل الغوة 3 تساوي 8 والاختيارات هنا كما نلاحظ هي بين الـ address register هذا الاختيار الأول أو program counter اختيار الثاني أو data register اختيار الثالث أو accumulator اختيار الرابع أو الـ instruction register اختيار الخامس أو الـ temporary register اختيار السادس أو الزاكرة وهي الاختيار السابق لأن لدينا سبع اختيارات نحتاج ثلاثة bits إذا كان الاختيارات تشكيلها يعطي الرغم واحد أي كانت 001 فهنا يتم اختيار الـ address register لماذا؟ لأن هذا الواحد هو نفسه هذا الواحد وهكذا نقص على ذلك إذا كان الاختيار 11 وهذا هو الرقم 6 فإننا نتعامل مع الر لأن هذه التشكيلة هي نفسها الرقم 6 وهكذا ومتى نتعامل مع الذاكرة إذا كان الاختيار يمثل الرقم 7 وهو 111 في هذه الحالة نتعامل مع الميموري وهذا واضح من هذه السبع الموجودة هنا وكما ذكرنا الـ input register والـ out register لا تتعامل مباشرة مع الـ common بص بالذات في حالة الـ input register لا يتعامل لا أخزا ولا أعطاء وإلى اللقاء في الدرس القادم ترجمة نانسي قنقر